أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تدعم كافة الجهود التي تبذلها المجالس التشعية والبرلمانات من أجل صوغ رؤى برلمانية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار وضمان استدامة التنمية والتقدم في الدول الشقيقة والصديقة جاء ذلك خلال استقبال معالي رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية حيث أعرب الصالح عن الفخر والاعتزاز بالشراكات المثمرة والعلاقات الوطيدة بين السلطة التشريعية وبين برلمانات دول العالم ونوها معالي رئيس مجلس الشورى بالثوابت والمبادئ الوطنية في قامة علاقات ترتكز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأشار معاليه لهمية عقاد هذه الاجتماعات مؤكدا أن الاقتصاد والتنمية محوران أساسيان في تحقيق الإنجاز والنجاح للدول والشعوب وأوضح معاليه بأن اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة يشكل فرصة للقاء ممثلي البرلمانات الأسيوية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والموضوعات